الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين كان الكلام ولا زال في تأمل أمر الدين وقد قرأنا أخيرا أن السيد دامت بركاته بين أن المفروض أن يتأمل الدين من خلال الإسلام لا من خلال اليهودية ولا من خلال المسيحية وذكر لذلك أدت أسباب منها أنه هو الرسالة الأخير لله تعالى ولا معنى لأن نتوجه إلى كتاب سابق وأن هذه الرسالة موجهة إلينا نحن نعلم أنها موجهة إلى جميع الناس من ضمنهم نحن بخلاف اليهودية والمسيحية الرسائل في اليهودية والمسيحية ليست عامة وأيضا القرآن أوثق من التوراة والإنجيل تأريخيا وذكر ماذا؟ لذلك أدت أمور تقدم قراءته وهذا مجرد تذكير لا غير ثم أين سماحته أن أفضل طريقه الآن ماذا وصلنا؟ وصلنا إلى أنه لا بد أن نتأمل في أمر الدين من خلال الإسلام كيف نصل إلى الإسلام؟ هناك روايات وهناك قرآن فهل نتوجه إلى الروايات أم نتوجه إلى القرآن؟ قال له أفضل طريقة للتحقق من الإسلام هو مراجعة القرآن أن نرجع إلى القرآن؟ لماذا؟ لأن القرآن هو هذا القرآن الذي بيننا الآن بين يدينا هو نفس القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله نفس القرآن الذي تلاه النبي صلى الله عليه وآله وفق ما يشهد به الشواهد التاريخية ثم بيّن سماحته إلى هنا وصلنا في صفحة 20 في بدايتها قال لقد كان هذا النص راشدا للغاية القرآن الكريم في المفاصل الثلاثة التي ينبغي اختبار حقانية الدين بها وهي منهجه في الدعوة ومضامينه ودلائله على الرسالة قلنا في آخر التسجيل السابق أنه هذا هو كلامنا في هذا التسجيل عندنا ثلاثة أمور أولا منهج الدين في الدعوة ومضامينه ودلائله على الرسالة هذه ثلاثة أمور بدأ أولا بالمنهج قال فقد لاحظت اعتمادا على اعتماد هذا النص فقد لاحظت اعتماد هذا النص في منهجه في دعوة الإنسان إلى الإيمان بالله سبحانه وبالديني على ماذا اعتمد؟ قال على الدعائم الفطرية الثلاث هناك ثلاثة دعائم فطرية القرآن اعتمدها في الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى وبالدين ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ قال وهي العقلانية بمعنى إدراك الأمور على وجهها الذي يدرك الأمور على وجهها نسميه ماذا؟ نسميه متعقلا عنده عقلانية والحكمة أما الإنسان الذي يقرأ معلومة أو تطرح عليه معلومة ويدركها على غير وجهها دائما ترى أن ذهنه يستقبل الأمور لا على حقائقها هذا لا نقول أنه إنسان متعقل قال والحكمة هذا الأمر الثاني أمر فطري العقلانية أمر فطري والحكمة أمر فطري والحكمة بمعنى الانتباه إلى سنن الكون والحياة والاعتبار بها الإنسان الذي يلتفت إلى سنن الكون وسنن الحياة ويعتبر بها يعتبر مثلا بما حصل للأمم السابقة يعتبر بما يراه في يومه في ماذا في صغره في كبره ما يراه حوله في المجتمع الإنسان الذي يعتبر بهذه الأمور ويلاحظها نقول إنه عنده حكمة وهذه هي أمر فطري قال والضمير الإنساني المجتمع على القيمة من نبيله موافقا يعني القرآن موافقا في ذلك مع المنهج الراشد والملائم والفطري الذي يتسق مع ما جهز به الإنسان فالسيد بالنتيجة لاحظ أن القرآن الكريم دعا الناس وكانت منهجيته في الدعوة هي ماذا؟ هي الاعتماد على الأمور الفطرية الثلاثة وهي العقلانية والحكمة والضمير هذا بالنسبة إلى منهج القرآن في الدعوة طبعا وهذا له تفصيلات بنتيجة السيد فقط يعرض تجربته ثانيا قال وأما مضامين هذا النص الرسالي هنا يتكلم عن المضامين وسوف يطيل قليلا قال فقد كانت راشدة وملائمة جدا حيث إنها كانت تدور حول محورين الإله والإنسان أما فيما يتعلق بالإله الآن ماذا نتكلم؟ نتكلم عن أن مضامين القرآن كانت راشدة وملائمة لماذا؟ لأنها كانت تتكلم عن الإله والإنسان فسوف يبدأ السيد بالتكلم عن الإله ثم في صفحة 23 في بدايتها يتكلم عن الإنسان فقال أما فيما يتعلق بالإله يعني المضامين القرآنية التي تتعلق بالإله فقد وجدت هذا النص القرآن يعني نصا عقلانيا وموضوعيا ووجدانيا في الدلالة على الإله حيث لفت نظري إلى ما أجده في نفسي وسائر ما حولي من الكون والكائنات من وجوه النظم والجمال والروعة هناك نظم في الكون وقد أشرنا إلى شيء منه سابقا هناك جمال في الكون هناك روعة إبداع ودعاني إلى التفكير في ذلك القرآن دعا السيد وكل الناس بالنتيجة دعاهم إلى أي شيء إلى التفكير في هذا النظم في الجمال في الروعة في الكائنات ودعاني إلى التفكير في ذلك من خلال كثير من الآيات الكريمة في الهامش يذكر قوله سبحانه قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض إن في كل هذه الأمور لآيات يعني علامات لقوم يعقلون خلق السماوات والأرض هذه آية على وجود الله تعالى كيف وجدت السماء كيف وجدت الأرض هل يمكن أن توجد من العدم هكذا من دون موجد هذه علامة ودلالة على وجود الخالق اختلاف الليل والنهار أيضا علامة على وجود الخالق الفلك التي تجري في البحر وإلى آخر الآية طبعا شرح الآية يحتاج إلى شيء من التوسيع قال فصرت يعني جيد جدا أنه تراجعون كتب التفسير في هذه الآية إذا بنتيجة تستطعون الكتب القديمة يعني راجعوا كتابا حديثا مثل تفسير الأمثل قال فصرت أتحسس وجود الله سبحانه وتعالى من خلال الكائنات كلها هذه العبارة جدا راقية أعيدها فصرت أتحسس وجود الله سبحانه وتعالى من خلال الكائنات كلها هذه منزلة ليست بالسهلة كل الكائنات السيد يقول صرت أتحسس وجود الله تعالى ماذا من خلالها الآن أنت إذا مشيت في حديقة في أمام بحرين أمامك كائنات حيوانات ما إلى ذلك وتأملت فيها تستشعر وجود الله تعالى خصوصا إذا طلعت على الإبداع الموجود في هذه المخلوقات قال وبدى لي أن وجود الله سبحانه أمر لا شبهة فيه إلا أن الاعتياد على المشهد على مشهد الحياة قد يطفئ دلالة الكون والكائنات في شعور الإنسان ابتداء يقول إذا كان أمر الله تعالى لا شبهة فيه وأننا نتحسس ذلك من خلال الكائنات فلماذا لا نلتفت إلى ذلك أكثر الناس تنظر إلى المياه البحار الأنهار السماء الأرض عموما ولا تتحسس وجود الله تعالى لماذا يقول لأننا قد تعودنا على هذه المشاهد قد تعودنا عندما نراها يوميا ويوميا وتتكرر علينا أصلا حتى تعجب لعله لا نتعجب منها لأننا تعودنا غابت عن ذهننا ماذا دلالة هذه الكائنات على وجود الله تعالى قال ولكنه الإنسان إذا حفز تفكيره في هذا الاتجاه وتأمله مليا وجده مقنعا الإنسان الذي يبحث عن الحقيقة فعلا وعن وجود الله تعالى إذا تأمل هذه الكائنات وجد أنه فعلا أن هذه الكائنات تدل على الله تعالى ودلالتها مقنعة إلا الإنسان الذي عنده شبهة أو عنده عناد هذا لا كلام لا معه قال فاقتنعت بوجود الله سبحانه وتعالى قناعة تملأ نفسي ووجداني من خلال النظر في آيات الله سبحانه وتعالى كما وجدت هذا النص راشدا يعني القرآن راشدا في إثبات وحدة الإله ونفي ألوهية ما عدا الله سبحانه وتعالى حيث إن مشهد الكون إنما يمثل إلها واحدا الذي ينظر إلى الكون وأنه خلق بشكل بديع وحافظ على وجوده كل هذه آلاف السنين يدرك بوضوح أن الإله واحد أن الإله واحد يدرك بوضوح أحقية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا لفسدتا يعني هذا على طول السنين إذا فرضنا أن هناك إلهين ولا بد أن نفرض أنه كل إله هو يرى نفسه ماذا الحق يرى نفسه أنه إله بالنتيجة على الأقل على الأقل إن لم يرى نفسه الحق وغيره باطل على الأقل أنه عنده كبرياء يريد أن يثبت نفسه يريد أن يثبت نفسه فلماذا لم تحصل يحصل شيء من الاختلاف بين الإلهين في يوم من الأيام بحيث الكرة الأرضية تحترق مثلا الشمس تنطفئ مثلا نفترض القمر يبتعد ولو قليلا عن الأرض كي تحصل الكوارث لم نرى هذا قال وليس للإنسان أي برهان وحجه على وجود إله آخر لا يوجد برهان أصلا وسائر ما اعتبره وسائر ما اعتبره الإنسان إلها من بشر وأصناف وغيرها هذه الأمور كائنات حادثة وضعيفة ومخلوقة على حد أمثالها من سائر الأشياء والناس هذه الآلهة المدعاة هي مخلوقة حالها حالنا بل كثير منها أضعف منا أضعف منا فحديث الشرك إنما هو حديث خرافة وجهل حق الشرك ليس حديث واقع هذا حديث الشرك ليس حديثا عن شيء حق وإنما هو حديث خرافة لا دليل على ذلك لا دليل على تعدد الآلهة بل الذي يتأمل في حال المخلوقات يصل إلى قناعة أنه هذا أنه لا يمكن أن يوجد إله ثاني قال وكذلك وجدت النص القرآنية ملهما في إثباته القيم الفاضلة للإله حيث دل القرآن على أنه تعالى يحب الخير والعدل والإحسان والصدق والوفاء ويكره الشر والظلم والاعتداء والكذب وهو سبحانه يراعي هذه القيمة تماما رغم قدرته على كل شيء هو يقادر على كل شيء لكنه يراعي الخير يراعي العدل يراعي الإحسان لا يفعل الشر والظلم والاعتداء والكذب وإلى آخره قال فلا يظلم أحدا مثقال ذره ولا يخلف ولا يخلف وعدا قطعه على نفسه ولا يقول إلا الحق والصدق كما أنه يحب هذه القيم في الإنسان طبعا وإذا وجد الإنسان بعض الآيات التي يتوهم أنها فيها ظلم هذه في الحقيقة آيات متشابهة تحتاج إلى تفسير ونحن لا نقول ذلك على تعبير البعض ترقيع نريد أن نرقع على الفكرة لا أنا حقيقة لم أجد إشكال على القرآن لم أجد إشكال يعني طلعت على كثير من الإشكالات التي يطرحها المعاصرون لم أجد إشكال أصلا أشكل بطريقة صحيحة أصلا دائما الإشكالات هي عبارة عن مغالطة أو صاحب الإشكال عنده شبهة فطرح هذا الإشكال فأقول القرآن يبين أن عمل الله تعالى وأفعال الله تعالى هي موافقة لهذه القيام أما باقي الأمور التي يتوهم المتوهم أنها خلاف العاد أنها ظلم بالنتيجة هذه في الحقيقة هناك شبهة عنده أو هو بالنتيجة يدلس على الناس كما رأينا كثيرا من هؤلاء واضح أنهم يدلسون أو عندهم جهل بالنتيجة لا يعرفون بماذا يتكلمون قال وقد تأملت والذي والذي يقوي هذا القول هو أن هؤلاء عادة هم ليسوا من المحققين هذه نقطة مهمة جدا الآن الذين يطرحون الشبهات مع عامة الناس ليسوا من المحققين يعني يأتي كشخص يأتي كشخص مثلا سبيل المثال أنا عادة لا أذكر الأسماء لكن هناك أسماء واضحة واضحة أنها ضالة مثل أحمد القبنشي هذا يعني الذي ينظر إليه يجد أنه في غاية الجهل يعني حقيقة الميته ضحل إلى أبعد الحدود وهذا الشخص يأتيك ويتكلم عن بلاغة القرآن القرآن ليس ببليغ الكارثة أنه عندما يقرأ الآية لا يعرف معناها أصلا يعني يقرأ بعض الآيات وتراه تلاحظه أنه يجد شيئا من الصعوبة فيعبرها بالنتيجة ويتكلم عن بعض الآيات وترى عندما يطرح أصلا هو لا يعرف ما هي البلاغة البلاغة أصلا لا يعرف ما هي مجرد أنه يستهزئ بالقرآن ونتيجة هذا الاستهزاء أنه الطرف المقابل الذي لا يعرف أيضا في البلاغة الشيئ بالتالي ماذا يتقبل منه فالذي أقوله أن الذي يؤكد أن هذه الإشكالات هي في الحقيقة نابعة عن جهل هو ماذا هو أن الذين يحملون هذه الإشكالات هم ماذا في غاية الانحطاط العلم في غاية الانحطاط العلم لا أقول أنهم علماء ضعفاء لا 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 في غاية الانحطاط العلم قال وقد تأملت فوجدت أن التصاف الإله بذلك أمر لائق جدا من اللائق بالإله أن يكون عادلا أن يكون صادقا أن يكون وفيا أن لا يكون معتديا أن لا يكون كاذبا قال لأن الإله ذات تتصف بالعلم والإرادة والاختيار كما هو الحال في الإنسان ومن كمال أي ذات بهذه الصفات مراعاة القيم الفاضلة ومن كمال أي ذات متصفة بهذه الصفات وهي العلم والإرادة من كمالها ماذا هي أن تراعي القيم الفاضلة الذات التي تكون عالمه تكون مريده تكون مختاره من كمالها هي أنه ماذا أن تراعي القيم الفاضلة مثل الوفاء والصدق والإحسان وإلى آخره قال فما جاء في هذا النص يعني في القرآن عن أخلاق الإله كان راشدا وملائما إذن ما جاء في هذا النص عن الإله هذا كأنما تلخيص لما تقدم ما جاء في هذا النص عن الإله ووحدته وخصائصه وأخلاقه أمور راشدة ومعقولة وملائمة أجد عليها دلائل الصدق وملامح الحق ومعالم الرشد هذا المضمون الذي جاء به القرآن هناك دلائل صدق وملامح حق ومعالم رشد عليه نتوقف إلى هنا إن شاء الله سوف يأتي الأمر الثاني من المضامين وهو ما يتعلق بالإنسان وصل الله إلى محمد وآله الطيبين الطاهرين